بس هنا بنتكلم على عنصر الوقت وان الوقت ضاغط علينا بشكل بير والفصل التشريعي الاول وانتهاءه هيكون امتى وهل في مرونة في انتهاء المعادل غيرت لما ننتهي من القوانين المفترض يتم اقرار صحيح صحيح احنا طبعا يعني انا عايزة لوحدك حاجة دول الاقاد الحالي هو دول يعتبر دول استثنائي للمجلس النواب اصلا عقد فيه عشرة اثنين طبعا بعد كده كان لائحة داخلية خدت وقت كتير جدا مشروعات بقوانين خدت وقت كتير جدا المجلس النوابشة زال احنا نهاردة في منتصف شهر اغسطس ماخدناش اجازة ومش عارتين ناخد اجازة امتى برضو لازم نسب وعندنا قانون عندنا قوانين داخلة قيمة المضافة عندنا قوانين كتير جدا وزات اهمية اللجان المجلس اشتغل عند انا مبرح تتكلم معي انا يقول انا انا خارج من مجلس يوم الخميس ساعة عشر بالليل يعني فيه شغل ورش عمل شغالة في عروقة المجلس ولكن احنا برضو مقولوش الكلام ده عشان حد يقولنا كويس او برافو لكن احنا منتظرين احنا عندنا صورة تشعاعات كدري جدا فيه عندنا قوانين اما الياسات الوكيل ليه رئيس مجلس النواب بيشتكي من عدم الحضور يعني وان فيه غياب وانه فيه قوانين لازم طبعا يتم تصويت عليها باغلبات التلتين فبيلاقي الناس مش موجودة وبيطلع ينادي عليهم يعني فازاي يعني يكون فيه التزام او حس بالمسؤولين احنا عندنا لجان شغال احنا عندنا قد النهاردة باشي لجنة شغالة فتتواكب هذه اللجان فيه جلسات العامة ودي احنا فيه فكرة احنا بنحاقق معادلة صعبة جدا عشان نجيب النواب صغير او بحري في اسبوع اللي نفوش جلسات مش هيجوا فاحنا بنحاول ان احنا بنركب ان احنا نعمل الجلسات العامة مع اللجان وبنحاول ان احنا يعني نشتغل بهذا الشكل طبعا النواب محتاج منهم في دويرهم طبعا خدمات محتاجة انه يعمل تواصل اجتماعي محتاج ان النواب يشاركوا في العزة وفي الهنة ويشاركوا فيه مشاكل الحياتية اليومية فمحتاج انه يبقى في دائرته خلال تمام بس التشريع ليه الاولوية دلوقتي كمان يعني والله طبعا هو مشكلة ان احنا ما زلنا او ما زال المواطن مصري بينظر لان نااب ونااب هدمي وليس نااب تشريع وده قضية طيب قضية دي نبقى نتكلمها بالتسجيل انا محظتي انا بقول لحظك بعد شهر عشان قلق وقت ان انا انزل انا طبعا بختلف شوية عنك كموقعي او مرصيب كوكيل عند لقاءات خارج البرلمان سواء مقابلات سواء لقاء وفود شبابية من دول اجنبية